اشتركوا في القناة اهتمام كبير عند الرأي العام المغربي واكيد ان محمد الزهري والعائلة او الاسرة المغربية عندهم جموعة من الممتتبعين والممتتبعات اللي كيهمهم انهم يعرفوا الجديد ديل هاد القضية لهذا مشاهدين الكرام اليوم كان صدفه المحامي ديل محمد الزهري الملقب ببكريشا باش يزودنا مجموعة من المعطيات حول هذه القضية مشاهدين الكرام لهذا مبغيتكم كاملين ترحبوا معي بالاستاذ خالد الدودي أستاذ خالد مرحبا بك شكرا لبس عليك لبس عوش لكم بروكة علينا وعليك وعيد مبارك للجميع للجميع المغربة فيما يخص نزلة الحال ليا قضية محمد الزهري كما تعلمون وكما صلحت من قبل بأنه الجلسة اللي فاستت كانت النيابة العامة وضعت واحد المتابعة جديدة أو ما سميتها أنا بتمطيت المتابعة اللولى بأنها بالنسبة لي كانت نفس المتابعة ولكن حاولت النيابة العامة تضخمها وتوسع فيها هذا من جهة الميلف تؤخر لجلسة اليوم الاثنين إن شاء الله بعد الغد من أجل المناقشة من أجل المناقشة حتى يدخل الميلف المدولة ويتم النطق في الحكم في الطريق اللي غد تحددون المحكمة لأن الناس صلاحية تطرس عليها بدرجة لولا طبيعة الحال خصوصا على بعد يعني ساعات ساعات قليلة على البت في هذه القضية وهذه القضية يعني مختلفة شوية على باقي القضايا اللي دازوا بخصوص هذا يعني كل ما يتعلق باليوتيوب ومشاكل اليوتيوب وغيرها من الأمور القضية شفنا بأننا كنا فيها مجموعة من التطورات مجموعة من الميلفات اللي اتضافت في الجلسات نعم أول نعم أولا بشتعرفوا أن المشاكل اللي كانت أو القضايا اللي كانت من قبل تتعلق باليوتيوب كانت تتعلق ما بين أشخاص داتيين يعني طرف مع طرف اليوم عندنا مشكل ماشي مع طرف أو مع شخص معين بل مع النيابة العامة اللي اعتبرت أن السماء حمد الزهري كان تطاول عليها في بسميتو أو حاول يمر الرسالة بأنه تعرف النيابة العامة أو يحاول أنه يؤثر على القضاء وهذا هو الطابع الخاص لنزلة الحال واللي يعطاها واحد سبغاء أخرى من غير الملفت السابقة اللي تتعرفوا شكايات ليس هناك شكايات الناس طالبوا بنصبوا نفسهم وطالبين بالحق المدني هناك أطراف عندهم نزاع مع السماء حمد بوكريشا استغلوا واحد الحق ما يسمى بحق الدفاع وجواوا تنصبوا كطرف مدني في نزلة الحال بالطبيعة الحال هو ما عندهم صفة لأن المشكل هي إهانة المتابعة في العاصل هي إهانة وظيفة عمومية نضمها القانون وتشهير بمؤسسة بالتالي هاد الناس اللي جاءوا ينصبوا الرسوم كطرف مدني عندهم أولا العامة يعرفوا بأن عندهم ملفات مدرجة أمام القضاء منها ملفات اللي اصدر فيها قرار الحمد لله لفائدات السم محمد الزهري قضاء ببراءته عندنا ملفات اللي هي ريجة أمام القضاء وما زال ما قلش الكلمة دياله فيها ما يمكنش اليوم نجيو ونعاود ونحييو هادو كل ملفات اللي فيهم تيبت فيهم قضاء معين واحد الجهاز معين في القضاء ونعاود ونعرضوا نفس المشكل في ملف ما عنده التعلاقة بهم هادو مسائل اللي كنا حاولنا أمام المحكمة نقولوا تنقولوا بأن هاد الناس ما عندهم صفاء كما قلت لك استغلوا واحد صغراء اللي هي الحق في الدفاع هادو المسألة هادو المسألة هادو أصلا ديال الحق في الدفاع هادو نحاولوا نحاولوا نقشوها نهار اثنين أمام الهيئة قبل أي دفع أو دفاع هي اللولة هادو نقشوها لأن تنشوف هنا أن كان فهد المسألة إجحاف في حق سيموحمد بوكريشا استعمال هذا الحق بطريقة السوفية كان في إجحاف في حق سيموحمد بوكريشا لأن هناك أطراف طلعت على ميلف لا علاقة طلعت على تقرير خبرة يتضمان مسائل شخصية اللي سيموحمد زوري ما كانش عندهم الحق فيها وما كانش يمكن لهاديك المعلومات تنشر بالطريقة اللي تمت عبر وسائل التواصل إحنا كدفاع سيموحمد بوكريشا تنكر هذه الحركة اللي تمت نشر هذا الواقائع هذه تنكرها بشدة بطبيعة الحال المحكمة لم يكن خطأ لأن كانت تطبق مسألة ومبدأ اللي هو حق ما يسمى حق من حقوق الدفاع أن الدفاع عنده الحق يطلع الميلفات بمجرد أنه يتنصف الميلف المحكمة لم يكن خطأ في هذا الإطار هذا ولكن نقول بأن الأطراف الأخرى اللي كانت عندها غاية معينة توصلت ملتوية نحن تنكر هذا ونقول أن المهم من القدام لقاء إن شاء الله لقاء من القدام فيما يخص هذه النقطة هذه النقطة الخبرة التسريب الخبرة ما هو النقطة التي تسرب ولم يكن يتسرب أولا ما هو ما هو في الخبرة الخبرة الأمر الذي صدره السيد وكال المالي كانت يتعلق بإجراء الخبرة على الهاتف محمد بوكريشا إلا أن نتفجأ أن هذه الخبرة تجاوز هذه المؤمور هي هذه وتم طلب إجراء تم طلب قد إلى البنك الذي تتعامل مع الموكيل وبالرغم أن هذه الكشوفة تتم عند السرية ديلا أو السبغة السرية ديلا تتفجأ بأن الضابط القضائية بكثمين من سيد رئيس المصلحة ديلا الأمن بمدينة فاس تطلب السيد مدير للبنك بس يعطيها جميع الكشوفات للحساب البنكي هذا ما أضيف إلى الخبرة وهذا ما كان يجب أن لا يكون وهذا ما كان لا يجب أن يصرب لأن حتى تصريب المعلومات لا تتمس بالطريقة الصحيحة والمعلومات التي تم تصريبها تم خطأا بحيث هنا كمان صراحة بأن محمد بكري يتوفر على مئة مليون في الحساب وهذه كلها مغلطات كل شيء مغلطات أنا ما يمكن لش نكشف الحسابات البنكية لكن موضوع ديلا المئة مليون خطأ ما كان جوش دريال بالمعنى الدار يجي ديلا مقارنة مع المئة مليون ما كان سما حمد بكري كان يلا تتعامل تسير الشهر بالشهر في هذا الإطار هذا إلا كما كان هذا المهم عنه ومشي هذا هو الموضوع لماذا تمت هذه الخبرة واش هناك قانون يحرم أو يضرب يعني يزاج ضريبيا هذي الأفعال هذي واش سمو محمد زوري كان مسابعة بشي اختلاس كان مسابعة بشي جريمة مالية من الجرائم الأموال باش نقول نجري حساب عليه واش سمو محمد بكري سمو طالب ضريبيا باش نجري خبرة على حساب دياله هذي مسائل اللي ما 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 تنقبلوهاش وما يمكن الناش الحقوق الشخصية ديال الأفراد باسم القانون مما لشك كافي ان الهيئة المحترمة وانا تنعرف هذي الهيئة عندها واحد تكون قانوني كبير بزا غض ضرب هذه المسألة وغض ضرب هذه المسألة وسوف تستنكر الى جانب هذه المسألة هذه مجموعة من المتتبعين والساد قالوا بان المحامي ديال محمد زوري لماذا لم يطلب الصراحة المؤقت لبوكريشا هذي معلومة بعد صحيحة او لا الى اي حد الكلام صحيح سمعتين تهد هذا سؤال وضعه اليادي الساعة من بعد ما اخرج من الجلسة وما بريش نجاوب عليه لان ما غادش نجاوب عليه لان هذا مسألة ستدخل في العمل ديالي انا اقويم الميلف انا تنعرف وقشيم كل بالصراح يمكن تنعرف بوقش ما يمكن لاش نتقدم بالصراح المحكمة استجبات الطلب لي باش ان المهلة ما تكون بعيدة قرات باش انها تكون اخر مهلة للجامع واباش تكون الجلسة من بعد اسبوع بالرغم من العطلة ديال العيد وانحنا ضخل التاع للعطلة الصيفية وهذه المحكمة لمشي معي في واحد الاتجا معي وانا حرصا على وقت المحكمة انا اتميت انا واحد الانسان لا تتعامل مع الميل الفات بطريقة عشوائية انا اتنخدم الميل الفات باقلي بدكع بموضوعية بالتالي المحكمة انا امشي ابعد من العالم المحكمة رفضت الصراح في السلسة المقبل وكانت لدينا متابعة وحدة وهي اهانة وظيفة ينظمها القانون والتشهير اليوم في هذه الجلسة اللي دازت يقول لك لماذا تطلب الناس في الصراح اصدافت متابعة اخرى لكانت المحكمة رفضت الصراح في جناح اللي كانت تشوفها وتنشوف احنايا رغم تبعين توم عبر وسائل الاعلام وتنشوف احنايا ما عنداش الاساس القانوني كيفاش في الجلسة اللي فاتت التعطية الصراح بعد ما تمت اضافات معطية جديدة منطلع عليها التال محكمة وتقرير جديد منطلع علي التال محكمة لان تنأكد وتنعاوي نقول بان هذا التقرير وهذا المتابعة دي النيابة العامة تحطت في الجلسة مش قبل من الجلسة لان مش نحنا قبل من الجلسة بس نطالعوا على المعطية اللي كاينة بس لقين المتابعة اللي تضابت النيابة العامة نطلعوا على هذه الساعة وندخلوا جازي الميلف ونقشه إلا أننا نتفاجئنا أن كتابة الضبط الميلف ما زال على حالاته من ندخلنا للجلسة السيد وكي المالك النائب المحترم اللي كان في الجلسة سلم الشاوش دي الجلسة سلم واحد الغلاف هذا الغلاف هو اللي كانت تضمن المتابعة الجديدة وتتضمن تقرير الخبرة طبيعة الحال لا كان شيء من أن نجهز الميلف لأن نحن نعرف الأساس المتابعة الجديدة وما يقرأ السيد قاضي الجلسة وما فمش تسميت لأن الطريقة القراءة لا تسميت الكتاب من فمال لش أو ما تسميت ويعني أنا ما تسكنش عندي المعطيات كاملة وكين دايما تتعرفو إحنا يادب الناس يسحبون من المحامي يدخل الجلسة عنده ما يناقش في الموضوع لا إحنا عندنا ما أكثر من الموضوع هي الدفوعات الشكلية دفوعات الشكلية ما يمكن أي واحد يمكن يعرفها من غير المحامي المحامي هو الذي يناقش الدفوعات الشكلية وما هي الدفوعات الشكلية الدفوعات الشكلية هي مناقشة خروقات معينة قبل ما نقش الموضوع قبل ما نقش فوصول المتابعة هناك يمكن المحضر يكون باطل يمكن المتابعة تكون باطلة إذا تتعذي الإضافة تقدر تكون باطلة ممكن ليش نجي أنا نقص هك وك على الحالة ديالها إلا لكن تبغي در الموكل ديالي واضح واضح أستاذ أنتم أجلتوا الجلسة من أجل الطلاع على الإضافات والملفات جدا لإضافة لهذه القضية مجموعة من الناس بخصوص الخبرة الهاتف ديال سيبوكريشا هل هناك ما يقلق أم المسائل عادية هناك ما يقلق ليس هناك ما يقلق ليس هناك شيء فيما يخص الخبرة التي أنجزت على الهاتف ديال سيبوكريشا يعني السألة عادية عادية إجراء التم وتم بطريقة سليمة وما لقلق تشيح حاجة وما كنت تشيح حاجة ومتقرير لا يتضمن شي حاجات ودروا بسيما أحمد بوكريشا أرجو لكم جمعة من التهام أستاذ خاليد الدودي من بينها أنك عندك علاقة مع طرف تاني موضوع النقاش أو موضوع الشكاية إلى أي حد هذا صحيح مثلا بأنك شافوك مع واحد السيد قلس مع في القهوة إلى آخر واحد السيد أنتم دارين به الشكاية أنا أتحدى أتحدى أي شخص وهذو الناس اللي قالوا هذو أتشي هذا خصوم يكونوا مسؤولي عن لأدرا ديالهم لأن غدا من غدا غدا يكونوا تضعوا في عطار المتابعة لأن نسوا بالسمعة بالكرامة بالشرف المهني بطاريخ يتجاوز كثير من 30 سنة نظيف إذا لا يمكن هذه المسائلة ستتحرك مرور الكرام هذه من جهة ثانيا أنا أتحدى أن أنا على علاقة مع طرف ثاني ثالثا كيف أنا سأكون مع هذا الطرف وأنا سأكون أكثر من جهودي في الشيكيات التي لم أعرف ميت والداليل أرى كين الموكلين يخرجوا عبر مواقع التواصل وتشهدوا بهذه المسألة هذه بل أن أن نجعل الخدمة في المحكمة والجلسات والشيء الذي لا يفعل ونحضر معهم الضابط القضائية وكل واحد نصل للمكان المحكمة تجعل مجدد كيف يمكن أن تنقوم بل مجدد هذا أكثر من هذا كيف أن نوجد شكاية أخرى لأطراف أخرى الناس تضروا من أفعال هذا السيد الذي تضروا علي أن لا نسمي بالأسماء ونحن نجري في شكاية أخرى ونحن نقلس معه أو نتعامل أكثر من هذا حتى مهنيا القانون المهني يمنعني لكي نقوم بشيء يمنعني أن نتعامل أو نقلس أو نقلس نقلس أو مع الخصم الموكيلي وأنا مهني وأنا وأنا مهني كثير من القانون تنشبت بالمهنة والأخلاق إذن أنا أتن أحد يجب لي دليل بسيط لأن أنني وأنا عندي دلائل عندي دلائل بأن العكس التي تتروج عليك هو هو اللي واقع العكس هو اللي واقع ما شيء هذا الالتهام الباطل إذن أنا عندي حاجة واحدة أن الموكيلي التي تتعليهم حاليا التي تتقوا فيها تتقى عمياء وهذا يشرفني وبالتالي لا يمكن أن نخذ لهم وسوف ندير كل المجهود ولا يمكن أن نبيع الملفة أو الضامير بهذا الأسلوب لأن هناك اتهامات التوجهة للمحامون بصفة عامة أن فلان شيء غير صحيح لا يوجد محامين لا يوجد لأن العمل ورسالة تعتبر عمل إنساني كثير من ما مادي وبالتالي هناك اتهامات توجه هنا أنا اللي تقول أن هذه الناس التي يرغبون هذه المسألة على أعتبار أن أن تقول أن الآن لا تستخدمون لنصلاح السيمة محمد الزهري أن تروجون ما سائل تضروا بالسيمة محمد الزهري في ملفة أن تضرون بدفاع تشويسون على دفاع 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 فعود ما يكون يقلس يتقلس 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 على الميل الفيديو وهذاك أنت ما يكل مرة هناك ما يرسلوني وتستطيع الفيديو تقول أن بهذه الطريقة رأيكم كما تتقلبوا أن تطلعوا لفيديو لكم للايك أو أن تحاولون بطريقة غير مباشرة الضرار بالسيمة محمد الزهري تشويس على الدفاع دياله بنشر مسائل كاذبة أو وشيات كاذبة على السيمة محمد الزهري أو على الدفاع صحيح أستاذ لهذا مشاهدينا الكرام تعمت على أن نطرح هذا السؤال على الأستاذ خاليد التودي مع احتراماتي طبعا الجميع القنوات التي تتكلموا على هذا الموضوع يقدروا حتى وما يكون وصلهم أو تكون وصلاتهم واحد المعلومة خطأ ولهذا كان ضروري أننا نأخذوا الجواب عند المصدر والمصدر هنا والشخص اللي هو معني بالأمر هو طبعا هو الأستاذ خاليد الدودي طبعا بقى لنا ساعات قليلة على المحاكمة ديال محمد الزهري ما غاديش ندلو تكهونات ما غاديش نقولو شنو غا يوقع ولكن في نظرك انت ها القضية هادي لشغلات الرعي العام واش غا تكون نهاية ديالها نهاية سعيدة او للعكس كما تتعرفو اننا حنا تنذيرو الواجبة ديالنا تنقومو بالدفاع تنقلبو على التغارات تنقلبو نقشو القانون تنقلبو نوجدو الحل الموكل ديالنا او او في اقصى الحالة تحتمني تكون مرتكب واحد الجرم ومعترف به وتنقلبو اننا نقلبو له على اقصى ما يمكن من ظروف التخفيف ولكن القرار دايما تبقى للمحكامة القرار يبقى للمحكامة هي التي تقرر على حسب المعطية حقا انا خرجت حالما مرة وقلت انني اؤمن ببراعة موكلي اؤمن ببراعة موكلي لماذا؟ لانني من ناحية القانونية تنشوف بان المتابعة التي تحركت محمد زوري ما كانش عندها في ركيزة قانونية او مرتكزة على اسس قانونية المتابعة المتابعة في تيك الفوصول قابل للنقاش لان تيك الفوصول تحدد ما معنى الاهانة تحدد ما تحدد في العقوبة تحدد ما هي في القانون لما نقول القانون الجنائي ان فلان متابع بجرم ما فذلك الجرم يحدد القانون لان لا عقوبة بدون فصل ولا عقوبة بدون جرم وتندخلوا في واحد اذا القانون بشي يوضح حد لكل تجاوزات تحدد لك شنو هذا الفعل مثلا تقول لك التشهير يجب ان يكون هو المس بالحياة السخصية لأحدهم وان هذا الفاعل يكون يقصد وعنده النية المشرع حددنا المعطايات قبل ما يحدد العقوبة دياله واعطى واحد السلطة تقديرية للقاضي بشي يتعامل مع الميلف مع المعطايات مع الأفعال ويقدر في الوقت يكون الجميع يشوف بأن هذا السيد المجرم أو المتهم مدان القاضي يشوف بأن من خلال السلطة تقديرية دياله بأن هذا السيد بارئ إذن لا يمكن الناس التكهن بالعقوبة ولكن أنا كدفاع سمو حمد الزوري ويمكن للبعض يقول أن سمو حمد الزوري في هذا الميلف يستحق بالبراءة ولكن كما تقول السلطة التقديرية تترجع الاسمية وإلا سنكونوا ترتكبوا الخطأ المجموعة ويستحق ويقولوا بأن سمو حمد الزوري عنده تلسنين ديال الحافث ويقولوا عنده عنده عام بالنسبة للناس لصدرات هذه الأحكام هل تكون متابعة قانونية ضدهم أو تجعلوا هذه المجموعة كمولورة الكرام بصراحة لم تكن بقنا بسبعين هذا الشيء هذا لا يجب أن نسأله ولكن ليس نقول أن النيابة العامة لقد شاهدت في التصريح سمو حمد الزوري إهانة للقضاء أو محاولة للتأثير على القضاء فماذا تقول فيما يخص هذه التصريحات أقول السيد وكيل الماليك الآن أصبح واجبا أن تتحركوا هذه مسائل ما تتضمش أطراف أخرى تدخل على الخط وتقدم شكاية هذه مسائل تستوجبوا لأن هذه نشارات على العالم ومش عبر مواقع التواصل ومش هنا في المغرب في العالم كامل نقول جاءت الوقت السيد وكيل الماليك المحترام بس تدخل على الخط وتقوم أولاً بتحرك الشيكيات التي تقدمنا فيهم فيما يخص في تصريحات تهين القضاء ثانياً نقول إنكم ما يمكنكم شبقوا ساكتين وخصكم تخرجوا حالياً وتتبعوا هاد الناس هادو لأن هادو هدي تصريحات مباشرة أنتم في ملف سيمو حمد الزوري جاءت قرير الضابطة القضائية يستنتجوا من المعطايات التي تسميتوا أن السيمو حمد الزوري قام وحركتم المتابعة لكم بعد إذن الضابطة القضائية بجريب في هذا الموضوع هذا وحركتم المتابعة وتابعتم سيمو حمد الزوري في حالة اعتقال بناء على استنتاج في حال اليوم هناك أصخاص يهاجمون القضاء يهاجمون 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 الدفاع يهاجمون الأمن يهاجمون الكل وبالمباشر وبالعلاني وبطريقة مباشرة وبكلمة واضحة تهين القضاء في عمقه بالتالي خذكم تحركوا خذكم تحركوا لأن هذه مسائل هي ما وضحها هذه مسائل ركم سبعين تتشوفوها يوميا عبر قنوات اليوتيوب هذه الناس خلوا ناس في الخارج مواطن المغربة يشكون في نزاهة القضاء حاليا تتواصلوا معنا وتقولوا أنه واش المغرب دينا اللي تنبغيو وصل ل هذا المجتوى هذا واش هذا الشيء بصح نحن الآن نحاول ندفع على الصورة دينا القضاء دينا خاصة أننا نحن عارفين المجلس على السلطة القضائية مؤخرا قام بواحد المجهودات هذه مدة دي الأربع أو خمس سنوات قام بواحد المجهودات اللي هي كبيرة 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 في مجال تخليق مهنة القضاء في مجال تخليق مهنة النيابة العامة في مجال تخليق مهنة المحامات في مجال تخليق مهنة الموثقين جميع المهن اللي متعلق بجهاز العدلة ما يمكن الناس اليوم نقبله ونسكتو على أن هناك ناس تيجيوا ويهاجموا القضاء ويخرجوا بأكاذب على القضاء بل يخرجوا بأحكام على القضاء فهذه الحالة التي كانت قوية هي المحترمة ستنسل من المنصات تقول لما سيدي أجي وانتوما يا نحن نصدر أحكام باسم جنات المالك والقانون انتوما بديتو تصدروا الأحكام بهذه الطريقة وانتوما اللي تسيروا هذا البلاد هذا وتسيروا هذا القضاء هذا على هذا الأساس هذا تنقول أن السيد واكل المالك أو السيد رئيس النيابة العامة المحترم نقول خلصه يصدر تعليمات باش يتجرى بحث عام ما يقف هذا الشيء ويتم المتابعة ديال أي شخص متوريت في هذه المسائل هذه لأننا ما تنسمحوش حنا تنظروا يمكن توقع مني شي جلة لسان فضل الإطار لأنني أتكلم بغيرها على مهنة أحبها أتكلم بغيرها على قضاء أحترمه أتكلم عن قضاء أعرفهم معرفة جيدة لنزاعتهم وحسن خلقهم وتكوينهم ما يمكن ليس من قبل يجي واحد الإنسان من شخص تد جوجل وقرأ واحد الفاصل ويجب أن يتفلسف علينا هنا ويصدر أحكام عبر منصة التواصل هذا شيء مرفوض ولكن باش نقوله مرفوض يجب الأجهزة الأمنية يجب الناس المسؤولين يتحركوا في نازلة الحل لأننا ما لدينا سلطة المسابعة هم اللي عندهم السلطة ويقوموا بالواجب ديالهم أكيد شكرا أستاذ الدكتور خالد الدودي شكرا مشاهدين الكرام طبعا طبعا المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأيضا الرحمة الرحمة هي روح القانون والنطق بالحكم هو عنوان الحقيقة إلى يوم الاثنين إن شاء الله قبل ما أبغيت نقول كلمة واحدة كلمة آخرة المتفضل تفضل اللي قال لك عنا شما أنا كنت أتمنى نحن مغربة نحن مغربة وتنعرفوا شنو معنية العيد بالنسبة للأسرة المغربية واقسموا بالله إنني فكرتوا في يسرة وفي فاطم الزهرة وفي لوبنة في هذا العيد هذا وقلت الأب ديالهم ما معاهم شو الزوج ديالها ما معاهم شو هادي كنت أتمنى أن السمو حمد الزهري يدوز العيد مع وليداته للأسف إن الضروف مشت خلاف ذلك ولكن سنوعدكم أننا سنجد كل ما في جهد باش نصل الرسالة اللي حملة في صدري للقضاء والقضاء له كما قلت الكريمة الآخرة وإن شاء الله بإذن الله سوف يكون خيرا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم مشاهدين الكرام كيف ما قلت الرحمة هي روح القانون والنطق بالحكم هو عنوان الحقيقة يوم الاثنين أكيد يكون عندنا اتصال مباشر مع الأستاذ المحامي خالد الدودي باش يعطينا آخر المعطايات وطبعا نحن دائما نتمنى الخير ولا شيء سوى الخير مشاهدين الكرام عواشا مبروكا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء